طيب أنا أسأل حداك بقى لحظة ما قبل يعني قبل الحرب مثلا بأوليلة الحرب مثلا أقول لك الليلة دي كانت عاملة إزاي الليلة دي وهتونتوا عارفين لا 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 بحاجة إحنا لم نعلم ساعة سين اللي هي ساعة توقيت تنفيذ ساعة سين اللي هي المفروض الساعة اللي حيتم فيها التنفيذ لم نعلمها غير الساعة قبلها باربع ساعات الساعة تناشر طلب مننا من قيادة من عمليات مدفعية الفرقة وكان قائد الفرقة في ذلك الوقت اللي هو حسن أبو سعدة الله يرحمه رحنا جبنا جواب من عمليات الفرقة فيها ما يفتحوش اللي قائد الكتيبة اللي هو كانت ساعتها قائد الكتيبة 302 اللي هو إلهامي دراز وفتحنا راح الله يرحمه مصطفى صاحب الرئيس العمليات راح جاب الجواب وجه وتفتح قدامنا ككيادة كتيبة قائد الكتيبة ورئيس العمليات والثلاثة قائدة السراية فتحنا الجواب قدام بعض وقارينا فيه استعدوا يا رجالة ده كان إمتى بقى؟ كان يوم ستة الساعة واحدة إلا ربعة واحدة إلا ربعة قبل الحرب بساعة قبل الحرب بساعة إحنا نفذنا التمهيد النيراني دمن ألفين مدفع الساعة اثنين إلا عشرة لغاية اثنين وخمسة ده زمن التمهيد النيراني كانت مراكز الملحظات في ذلك الوقت لرجبة ومستعدية وبتعدي وتعاملت المشاية اللي يعدوا من عليها أو بالطباطات مع قائد اللواء وافتقرت في ذلك دلوقتي اسم قائد اللواء الله يرحمه اللواء حمد الحديدي قائد اللواء 117 مشامي كانيكي في حرب 73 ورئيس الأركان الفريق فيما بعد الفريق صفي الدينة بوشناف بعد كده تولى قيادة اللواء يوم 18 عشرة 73 بعد ما أصيب اللي هو حمد الحديدي ونزل للعلاج